بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ان شاء الله يا جماعة في الفيديو دون هنتكلم عن مجالات الـ IT الكلام ده يبقى موجه للناس اللي هم محترين أخش في أي مجال في الـ IT مجالات الـ IT متعددة فيه ناس تقولك لا ياعم خش في البرمجة لا ياعم خش في الشبكات لا ياعم خش في الـ administration هو ايه الفرق بينهم ليه علشان انت ما تضيعش وقتك في حاجة انت ما انتاش عارف اخرتها ايه وصلت الفكرة فده شيء مهمة اوي لازم تعرف الحاجة دي هتوصلت لايه في الاخر ومش كده وباس هتشتهل فيها ايه برضو مش كده وباس لازم تعرف هتطور نفسك فيها ازاي صحة ولا لا بحيث ان انت بعد خمس ست سنين هتلاقي نفسك ايه وصلت ده شيء مهم اوي جماعة شيء مهم اوي 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 وده اللي انا عايزة ابتديه معك النهاردة في الفيديو ده انا طبعا هتكلم عن اشهر مجالات الـ IT اشهر مجالات الـ IT نحس ايه الوظيفة اللي انت تشتغلها اسمها ايه طيب هتعمل فيها ايه طيب القرصات اللي انا اخدها انا بقول اشهر القرصات اللي انت هتاخدها علشان توصل لهذه الوظيفة طيب الحاجة دي بقى عشان نبقى فيها تعالى نشرحها باسنوب بسيط اوي وصلتنا معايا لو انت مثلا عندك شركة الشركة دي انت شغلة بنظام مانوال يعني ايه مانوال يعني مثلا لو واحد عايز يقعرف هو ايضاك كان يروح على موظف زميله موظف زميل ودول في شئول العاملين يقوم يفتح دفتر والدفتر ده بقى يعد يجمع ويطرح هو وعلى حسب بقى ممكن يطلع الموظف اساسا مديون صح ولا لا اللي يغطأ الراجل اللي بيحسب اخطأ فمعادش حد شغال بالاسلوب ده انجليا بقى تماشي ايه بقى كمبيوترائز يعني ايه كمبيوترائز يعني فيه برنامج بيجمع ويطرح ويطلع لك الراجل دول غاب قد ايه وانت يطلع له النتج في الاخر والله يقول له والله انت هتقبض قد كي طيب حاجه زي دي لو فيه شركة عايزة تبتديها من الصفر شركة شغالة منوال وعايزة تبتدي بقى في موضوع التكنولوجيا يشتغل ازاي اول حاجه محتاج اجهزة كمبيوتر صح ولا لا بمطالبساط اجهزة كمبيوتر اهي ادي جهاز و ادي جهاز و ادي جهاز ثاني اهو اجهزة كمبيوتر اول حاجه الشركة هتجيب اجهزة كمبيوتر عشان البرنامج يشتغل صح ولا لا تمام الاجهزة دي مش مطنب تعتل يعني مثلا الرماك كهنج كارت الشاشة كلام منها صح ولا لا تحتاج ويندوز كل الاجهزة دي ايوه فيه شخص يبقى مسؤول عنها مسؤول ان هو يعمل صيانه لك هذه الاجهزة الصيانه دي اول مجال فى الواي دي اول مجال فى الواي دي اقدر اقول عليه اللي هو technical support technical support يعني ايه technical support اول حاجة راجل دول مسؤوليته هو يعمل صيالة للاجهزة يعني ايه صيالة للاجهزة يعني يشوف الجهاز ده زي ما احنا قلنا مثلا ايه رماد الحجم هنجا كلام منها طيب طب عشان يبقى technical support محتاج ايه محتاج قرص مهمة اوي اسمه A plus A plus دول يعلمها مكونات اجل جهاز الكمبيوتر طيب والبروسيسور ده عبارة عن ايه طيب والرماد ده عبارة عن ايه يعني ايه ماثر بورد والبروسيس بتاعت الماثر بورد ده القرص ده القرص ده ايه انتخبته يمقى راجل technical ايه صبره طيب بسك يا معي يا اول حاجة ثاني حاجة ايه طب الاجهزة دي مش هكيبها متوسلة مع بعض بشبكة صح او لا ليه بحيث ده مثلا عايز يبقى حجل ده ده عايز يبقى حجل ده عشان يكون نكتب على البرنامج اللي هو عايزه صح؟ يبقى لازم فيه نتورك في النص النتورك دي دي مسؤولية مين؟ التخلي خلص صبرت برطه؟ قل لك لا ده راجل بيقول عليه نتورك ادمنسترات يقول عليه نتورك ادمنسترات راجل مدير شبكة يعني ايه مدير شبكة؟ يعني راجل لا مسؤوليته اللي هو يعمل دزاين للشبكة بتاعته يقول له مثلا الادارة دي ايه من حققات شوف الادارة دي في الشبكة لكن الادارة دي مش من حقق تشوف الادارة دي كده يعني يديزاين الشركة بتاعتك يحط هب يحط سويتش يحط راوتر كل الكلام دون ايه من حق ان هو يعمل ودي وظيفته طيب ايه اشهر الكورسات اللي بتعمل الموضوع دون؟ طبعا من اشهر كورسات اللي هي كورسات بتاع السيسكو صح؟ اللي هي سي سي اين اي و سي سي اين بي انا بقول من اشهر لكن مش هو الكورسات الوحيد فيه جينبر مثلا الناس بتوع الشبكات يفهموا الكلام ده كويسا فيه جينبر فيه سريكم فيه سيسكو لكن الاشهر هو مين؟ هو سيسكو طيب زائد ما هو السيكوريتي زائد السيكوريتي بتاعت الشبكة كل دي مسئوليه مين؟ مسئوليه الراضي اللي هو النتورك أدمنسترات ايه كمان؟ خد بالك من حاجه بقى ايه؟ طبعا احنا جمنا البرنامج بنحط على حاجه اسمها ايه؟ بنحط على حاجه اسمها سيرفر طيب السيرفر ده هل انت كلمت عنه؟ ايوة لك والله هو جهاز يحتوي على البرنامج بتاعك عشان الناس هكلكتو وتجيب منه البيانات صحية؟ طيب الجهاز ده مش عليه operating system اه افرض حد مثلا ايوة الجهاز ده طبعا هيبع عليه data base مثلا بتاعت الشركة مثلا يعني طيب الجهاز ده مثلا مش نازل عليه operating system تمام طيب ال operating system ده افرض حد مثلا عمل هاكي انت عليه ينفع لا طبعا ما ينفعش يبقى لازم ال operating system انا اتتلم عن ال operating system اللي هيبقى نازل عليه برنامج بتاعك اه ال operating system ده انت المفروض ايوة حد ياخد باله منه يعني اي اي اخد باله ان ال system ده ما يعملش ما يعملش ما يعملش حد يعمل هاكي انت عليه بحاجة مثلا ال operating system ده يبقى على طول مثلا ايه updated يعني ايه لازم حد ياخد باله منها صح؟ دي بقى شهلانة بيقوله عليها ايه ال admin ال admin فيه كذا هو فيه اول حاجة هي ايه يقولك system administrator system administrator هذا هو وظيفته اللي انا قلت لك عليها دلوقت اللي هو ياخد داله من ال operating system منطقة البساطة واصلت الفكرة ما يوجدش حد يهاكنج عليه ما يوجدش حد يعمل كل الكلام ده اشهر الكرسات متاعته زي ايه زي ال mcse وال mcse اللي هي ال mcvit اللي هي ميكروسوفت دي برضو فيه خلصات برضو اللي هي بتاعت ال read hat اللي هي linux اللي هي rhce اللي هي بتاعت ال read hat اللي هي خاصة بال linux ففيه operating system windows وفيه linux ضعب على حسب بقى زي ما انت عايز طيب بس وظيفته في الاخر ايه ده يشتغل على linux وده يشتغل على ايه على بتاع اللي هو ال ويندوز بتاع ميكروسوفت طيب عرفنا مهمته ايه طب فيه حاجة كمان ايه مش فيه data base اه ال data base ليش المفروض حد ياخد بالو منها يعني ايه يعني ال data base ليش المفروض حد يرفع منها بقى بياخد منها بقى كل الكلام اللطيف ده صح ولا لا ففيه حاجة اسمها data base administrator وصلت الفكرة اهو data base administrator um data base administrator دوا اه تلحس كلمة admin يعني على طول كده تحس ان هي ايه يعني ايه يعني اول ما تسمع كلمة admin admin تعرف ان هو ياخد باله من الأشياء يعني admin administration ياخد باله من ايه من ال network security من يشوف من الكلام ده ده admin او system admin administrator ياخد باله من ال operating system اللي هو شغال على ايه اللي هو شغال على ايه اللي هو مثلا شغال على linux او على operating system مثل الويندوز تعتقد ذلك من التاتا بيز يعني ما يأخذ بلهم من التاتا بيز لم يأخذ التاتا بيز صح لا يبقى المفروض يصطافها من الأول ويجيب الباكر ويقوم له ريكوفر هذه الب ginorming كلها المفروض من المسؤولية من من التاتا بيز ان تقوله هي تبقى مسؤولية اه الانزمي المسؤولية صح هذا لا المسؤولية عندما يأخذ باله من المسؤولية وصلت الفكرة يقول ثاني يكون هناك كيفية تحضر لأجهزة ويعمل الشبكة ويعمل الشبكة والمكساب والكلام التجاهد ينزل على الموضوع لسي قلل من أن يكون فيه الموضوع الذي ينزل على الموضوع من الوضع ويرفعهم وينزلوا بأكس، بحظوا من يدخل وخرج كل هذا التجاهد كيف تلاحظ كلام؟ انت تلاحظ في كلاما تلاحظت كلامي بقولواي أن الشركة اشترك برنامج او عمل برنامج هذا البرنامج ليس مفروض أن هناك أشخاص ستفعله وهذا الفرع الرابع الفرع الرابع هو البروغرامي وهذا الرجل يقول عليه software انجينير وهذا مسؤوليته الذي يعمل برنامج وهو يعمل برنامج وضع بقى مفروضة لكي لا تتوفر لك البرنامج الذي سيتعمل هذا لإما سيكون Desktop Application لإما سيكون Web Application لإما سيكون Mobile Application ال Desktop Application هذا برنامج يستطر على كل جهاز مثل الوين أم الوين أم إذا استطعته على الجهاز الأولاني ويجي أخوك يريد أن يعمل فايلات NPS3 سيستطره الوين أم يجب أن يستطر على كل جهاز وهذا ديس كتوب أبليكيشن وهذا ديس كتوب أبليكيشن طبعا العملية مع تطور البرمجة والتطور المنشآت والحيات دي كلها لا ينفعش الكلام ده افرض عندي مثلا خمسين client خمسين جهاز ويجب أن نفع عيون كلهم طبعا الموضوع بقصع فعملوا حدث لها Web Application مثل الفيسبوك أحط البرنامج على جهاز وبقى الأجهزة تفتح مثل الفيسبوك كما سمعت عن حالة اسمها تعالى ستطاب للفيسبوك لا ينفعش لنقل الفيسبوك هذا هو Web Application خد بالك في حياتة الويب ديان هناك حالة اسمها Web Developer وفي حالة اسمها Web Designer تعالى الكلام عن Web Design الأول الوب ديزاين هو الراجل الذي يعمل الشكل الموقع الشكل الموقع يعني شكل الموقع يعني الفيسبوك هذا ليس شكل جيد هناك واحد ديزاينر لكن عندما تتكي على اللوجين ليس هناك كود يتنفذ ولكن هناك واحد ديفوليبر ديفوليبر هو المبرمج أما ديزاينر هو مصمم الشكل فهي مهنة ومهنة ديفوليبر مثل البيتش بي مثل الاس بي مثل الاس بي مثل الجاذا الذي يقول عليها جي اس بي معايا كل هذه أقدر برمج بها الموقع أو الابليكيشن فاستنى الديزاينر يجب أن يتعلم 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 جافا سكريبت كل هذه من مهمة الديزاينر الموبايل الموبايل بمطالة البساطة إذا أعمل البرنامج يشتغل على الموبايل أشهر الموضوع دول أشهر حاجة في الموضوع دولي مثل اي او اس او مثلا على الاندرويد الاندرويد شغال بلغة الجافا اما اي او اس شغال بحاجة اسمه كل حاجة بتعملك نوع من الابليكيشن على حسب الشركة هناك شخص يقولك لا يا عم انا هعمل برنامج بتاعي بالجوافة لا يعمل برنامج بتاعي بالسي شارب معي السي شارب يتعامل باللغة كثيرة بالسي شارب يتعامل بالجوافة كل هذه كل يدون جزء جزء البرمجة ايه كمان الشركة بتاعتك هذه الشركة جاء لها برنامج في الاتشار ليس لازم يقعد مع الادارة لفهم ايه متطلباتهم علشان يقعد يحققها في البرنامج في ادارة اسمها اتشار شؤون العاملية الادارة عندها شغل دفاتر وورق وكلام منه وفيه الناس المبرمجين الناس المبرمجين هل نفهموش شؤون العاملية مثل الاجهزات العلاوات الجزاءات ما يعرفوش الكلام فبيجي ناس في النص الناس دولة جماعة يقعد مع الناس بتوع الاتشار ياخد منهم هم عايزين ايه ويروح للرجل المبرمج يفهمو الناس دي عايز ايه نسيسل بغير ده يقولوه على ايه system analysis حبة لها يبقى انكدالوقت حاجة من الخمسة ايه انا بقول اشهر المجالات ايه المجالات تكنيغان ساب بورد يعمل سيابة للاجهزة نتورك يصمم الشبكة ويشوف منها يشوف مية الادمنستراشن فيها كذا حاجة في الناتورك الادمنستراشن في الـ System Administration في الـ Data Base Administration البروجراميج فروحة تطير Disktop Application و Web Application و Web Wire Application الـ Disktop يتعامل بأي لغة يتعامل بجاوفا بالـ C Sharp و بايسون بأي لغة الـ Web برضو خزالك فيه Developer و فيه Designer الـ Designer يتعامل بأشهر لغات التي تقامك أما الـ Designer يتعامل بأشهر لغات التي تقامك الموبايل في الـ Android و iOS الأشهر وبعد ذلك الـ System Analysis لم يتعامل وظيفته أنت واجب عليك تحديد أن تريد أي واحدة فيه أنت حابب أي مجال في ذلك ونبص للعائد المادي العائد المادي يأتي لوحده لكن يجب أن أنت متميز في الأشياء يجب أن تأخذها من الألف للياء وتبقى فهمها جيدا لكي يستطيع أن يخش لك عائد المادي محترم غير ذلك وأنت قاعد لا، هذا الـ Network أحسن لفلوسها كثيرا لا، الـ Programming أحسن أيضا لفلوسها كثيرا كلهم فيهم فلوس وعائد المادي جيدا أهم شيء أنت تبقى فاهم الدنيا ماشية وحابب الحاجة اللي أنت شغالها ويقول لي لا يا عم أصر الشبكات صعبة لا يا عم أصر الـ Programming صعبة لا يا عم أصر الـ Programming صعبة لا يا عم أصر دي أسهل لا ليس حاجة صعبة وسهلة كل واحدة فيها فيها الحاجة الصعبة وفيها الحاجة السهلة واجب عليك أن تعمل تشوف الحاجة اللي أنت حبيبها أن أنت تقدر تتميز فيها أن أنت تقدر تد فيها ليه؟ علشان تقدر يخش لك عائد مدك لكن لو بسيط على العائد المدد من الأول ستدقني حدث لخبط ستحس أن أنت قاعد الحزين لا تتعرف رايح فين ولا جاي منين فأنصحك أن أنت بعد الفيديو دول تقعد تمسك وراء وقلم وتشوف أنت حابب أي مجال من المجالات دي في مجالات تانية في مجالات تانية ينسي مش موضوعنا هنا مواضيع أدفانست شوالي وحاجة كمان مهمة أنت لازم تاخد الحاجة الأخرها يعني إيه الأخرها؟ يعني ما تبدأش في الجافا أيوة وشوية وبعد ذلك حلاص لا الكلام دول ما ينفعش أو تدقى في السي شارب لا 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 ينفعش لازم أنت بقى تاخد الحاجة الإيه الأخرها زي ما أنا قلت إن شاء الله هنكمل مع بعض جزء بتاعت البروغرام اللي جي بتاعنا هنتكلم خصيصا عن الجافا مجالات الجافا والجافا دي عبارة عن إيه؟ وبعد كده مجالات أوريكل عموما إيه أوريكل؟ إيه الأوريكل ديفلوبر؟ إيه الـ data base administration؟ إيه الـ ERP؟ يعني إيه ERP؟ وإيه العلاقة بينهم؟ كل الكلام دولا أنا هقوله بس بقى إيه؟ هفوكس على الأوريكل عشان كده أنا حبيت أعمل الفيديو دوا بحيث أنت لما فيه تكمل تبعانف تبتكمل فيه وسط الفكرة مكاش حبيب البرمغة شوف أي فرع تاني مكاش حبيل الشبكة شوف أي فرع تاني أهم حاجة نتك لما تبدأ بحاجة لازم لازم تبقى أنت حبيبها طيب بكده أنا أبقى خلصت الفيديو بتاعي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته